دلوقتي حنسيب حضركم مع موجز لأهم وآخر الأنباء بصحبة زمنة ندينة شارف اتفضل يا دينة شكرا لك مصطفى الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع كل من وزير العدل المستشار عدنان فنجري ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جمال عوض وخلال الاجتماع اطلع الرئيس السيسي على تطورات العمل لتعزيز فعالية منظومة التقادي وسرعة إنجاز القضايا المطروحة أمام المحاكم بالإضافة إلى استكمال رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية بجميع المحافظات والتوسع في إنشاء وتشغيل مكاتب التوثيق والشهر العقاري وربطها بنظام موحد كما تبع الرئيس السيسي الموقف التنفيذي لعملية التطوير التقني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وربط قواعد البيانات بها مع بيانات وزارة العدل والمصالح التابعة لها ووضع قواعد وأحكام تنظيمية موحدة بشأن معاشات أعضاء الجهات والهيئات القضائية التقى وزير الخارجية والهجرة وشؤونها المصرين بالخارج جابدر عبدالعاطي مع وزير خارجية نيجوريا يوسف مايتاما توجار في توكيو على هامش الاجتماع الوزاري للتيكاد وذكرت الخارجية في بيان أن عبدالعاطي تبادل الرؤى مع نظيره نيجوري بشأن تعزيز بنية السلم والأمن في القارة الإفريقية مشددا على أن مصر ستظل دائما داعمة لاستقرار ورخاء دول إفريقية شقيقة ولمصالحها في كافة المحافل الإقليمية والدولية هذا وتناول اللقاء أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والمستجدات في منطقة الساحل وغرب إفريقيا بما في ذلك التحديات الأمنية وتأثيراتها التقى وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي مع عبدالرحمن غلام الله وزير الدولة ووزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشادي في الخارج والتعاون الدولي وعرب وزير الخارجية عن حرص مصر على أمن واستقرار تشاد باعتبار ذلك يمثل دعامة لأمن واستقرار منطقة وأشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول تطورات الأزمة الراهنة في السودان على ضوء استضافة مصر أو كل من مصر وتشاد لمئات الآلاف من اللاجئين السودانيين ولقد اتفق الوزيران على ضرورة تركيز الجهود على فتح المعابر وتوفير ممرات آمنة لنفاذ المساعدات الإنسانية لكافة المناطق السودانية كما تم بحث مجمل مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في القارة الإفريقية وعددا من القضايا الأقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك أعلنت حركة حماس أن وفد الحركة المفاوض غادر القاهرة بعد أن التقى الوسطاء في مصر وقطر واستمع لنتائج جولة المفاوضات الأخيرة وأضحت الحركة أن وفد حماس طالب إلزام الاحتلال بما اتفق عليه يوم الثاني من يوليو وفقا لما ورد في خطاب بايدن وقرار مجلس الأمن وأضافت الحركة أنها أكدت ضرورة أن يتضمن أي اتفاق وفقا دائما أو وقفا دائما لإطلاق نار وانسحابا كاملا من قطاع غزة مشيرة إلى أن ضرورة أن يتضمن أي اتفاق حرية عودة السكان لمناطقهم والإغاثة والإعمار وصفقة تبادل جدة أعلنت فصائل فلسطينية إطلاق صاروخ على تل أبيب وأضحت الفصائل أنه تم قصف تل أبيب بصاروخ من طراز M90 ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين بقطع غزة يأتي هذا فيما ذكر الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ سقط في منطقة غير مأهولة في منطقة قريبة من تل أبيب نفى مصدر أمني جملة وتفصيلا صحة ما تناولته أحدى القنوات العربية بشأن تلقيها رسائل من عناصر جامعة الإخوان الإرهابية من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والتي أعلنوا خلالها تبرؤهم من الجامعة وأكد المصدر أن ذلك يأتي في إطار الإدعاءات المتكررة من جانب جامعة الإخوان الإرهابية وترويجها لتلك المزاعم لمحاولة الخروج من حالة العزلة التي تمر بها بعد أن فقدت مصدقيتها بأوساط الرأي العام ختام موجة الثامنة فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر